اشتركوا في القناة والله اللي حصل بالزبط اللي أنا علاء رحمة الله عليه كان شغال في أحد الشركات اللي هي زي شركات الشح كان بيودي أردر في أحد الكمبونات في الشيخ زايد فسلم الأردر وخرج وهو خارج التقب بابن الفنان أحمد رز عمر أحمد رز كان جاي في العكس في اتجاه العكس وعلاء ماشي في الطريق في طريقه عادي علاء كان راكب موتسيكلة وعمر كان راكب سكوتر كهرباء عمر كان جاي عكس الاتجاه بسرعة تفوق المية أو أزل وعلاء كان ماشي في طريقه طبيعي علاء حاول تفادية بشهادة الأمن وشهادة الدليفرية اللي كانوا موجودين اللي شافوا الواقع كلها اللي علاء كان ماشي في طريقه حاول اتفاداه ما فيش راحوا مستضمين في بعض علاء طار بارتفاع بارتفاع تمانية متر الفوق ووقع بدماغه على الرصيف حصل له نزيف في الشبكة عن كبوتية والجمجمة كلها اتكسرت وبعض الجروح في جسمه وكدمات في جسم كله المهم عمر أول ما وقع أول ما وقع بشهادة الناس فيه عربية ملاكي خرج من كنبون خدته هو واللي كان راكب ورا عمر ومشه وسبع على مرمي في نص الشارع ما بين نزيف شديد نزيف حاج جدا في دماغه مغرق الشارع كله وطبعا لما أنا وصلت كان الناس طلبوا الإسعاف الإسعاف جات خدته ووديته على زادة التخصصة لما سألت مين اللي خبط علاء الراجل من الرجال الأمن قال لي ده ابن الفنان أحمد رزي أولا لما قالوا لي طبعا أنا عملت يعني عرفت هو راح فين فاكتشفت اللي هو راح مستشفى جلوبال جنب زادة التخصصة جنب زادة التخصصة فروحت جلوبال أتأكد اللي هو ابن أحمد رزي فبالفعل لقيت أحمد رزي هناك في جلوبال لما 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 جه لما جه بقى مدير أعماله جالي زادة التخصصة طبعا أنا معاك أي تكلفة أنا متكفل بيها لحد ما لقينا مستشفى اسمها الواحة في المهندسية على تكفل تكفل في المستشفى أنا دفعت 55 ألف جنيه هو كمل العملية أول مرة راحنا للمستشفى العملية كانت تكلفة 80 ألف جنيه طبعا لما دفعت 55 بدأ هو يكمل من بعدها هو يكمل من بعدها الحاد يوم 26 يوم 24 لا 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 هو كلمنا أحمد رزق كلمنا عن طريق مدير أعماله أربع مرات خالص آخر مرة كلمني بيقول لي أنا بعمل كده لله أنا معلش أي مسائل قانونية أنا مدير أعماله ويصل لكل لنا اللي أنا ببيع في حاجة بيتي وأنا مش قادر أصرف بعد بقى ما نقله الأصل والحالة والحالة بدأت تتدهور بعد ما تنقل الأصل الحالة نزلت يعني من 90% يعتبر لخمسة في المية آه معيش فلوس معيش فلوس أكمل تاني معيش فلوس أكمل تاني طبعا مدير أعماله بدأ يتهرب مننا وبدأ لما نقلنا الأصل وبدأ الأصل محتاج مستلزمات وبدأ الأصل محتاج مستلزمات وبدأت اللي أنا أطلب منه فلوس عشان الحاجات اللي على بيحتاجها بدأ يتهرب مني بعتلي تقريبا في المدة اللي على أعادها في الأصل الفين ونص بالظهر وبعد كده أقول لدور النيابة لما رحوا بلغتها ممكن أكمل مع عمو أقول لدور النيابة إحنا دور القانون إحنا دور القانون النيابة النيابة نسمينا اللي هي قابط على الولد الانبارح تاريبا عمر قابط عليه بس إحنا حاوزين حقنا بالقانون هل عملت محامي أو في محامي في محامي شغل شغل معنا في القضية المحامي الشركة اللي هو علاء كان شغل فيها والله لسه ما قلناش مع قال القضية قال القضية كبيرة ولسه لسه القانون يعني هو بدأ الحاجز عليه النهاردة على عمر ولسه بقى النيابة شغلة والتحقات وطبعا إحنا شغلين ونجيب حق علىها بعمر الله أنا أخت علاء وهو كان عايز يجي كان عايز يخلي والدي يتنازل ويجي له خمسين ألف جنيه هو لو ابنه هيعمل فيه كده هيرمي علاء لو ابن أحمد رزق هيرميه في القصر زي ما رمى أخويا كده إحنا عايزين حق أخي يرجع بالقانون زي ما بهدله إحنا عايزين حق القانون يرجعين حقنا إحنا عايزين حق أعلاق حز إحنا عايزين حق أعلاق يرجع وعمر لما النيابة خادته كان عايز والده يتنازل عن المحضر وخرج بكفالة خمس آلاف جنيه وما بيسألش على العلاق نهائي كان كل خمس أيام لما يجي يبص عليه وما كانش بيسأل عليه مجير أعماله كان بييجي مش المفروض يعني واحد ابنه غلق غلطة ييجي يشوف الغلطة اللي ابنه عملها لا مجيره عمله هو اللي بيعمل وبيتكلم هو من بعد ما تنقل القصر من بعد ما علاقتنا للقصر وما حد تسأل فيه عطبة يعني كان كل كنا احنا اللي بنتصل لما بنحتاج فلوس عشان الحاجات اللي عليها بيحتاجها كان مدير أعماله بيتهرب مننا ومرة يرد يقوله أنا مسافر وعشرين ما يردش آه وأنا مش أنا احنا بنعمل معاكو كده احنا مش غلطانين كان يوم سبعة وعشرين خمسة الساعة أحداشر بالليه اتنقل المستشفى الواحة تمانية وعشرين تمانية وعشرين خمسة الساعة تسعة الصبح علاق اتوفى أمس مبارح اتوفى مبارح الساعة عشرة الصبح آه عرف وما لا لا معرفش معرفش هو اه هو اتصل بنا هو هو عرف بس اتصل على أبو العلاء بس هو ما ردش عليه كان نفسيته تعبانا ما ردش عليه أحمد دريس هو اللي اتصل في الآخر بعد ما مات يعني اتصل بي بس ما ردناش عليه عبو علاق علاق في دل من الساعة تسعة الصبح علاق في دل من الساعة تسعة الصبح ميت لحد ما خرقش اللي بعد العيشة هو بكل الدمش عارفين يطلع له تسريح هو مش عارف يعمل مكان ما يطلع له تسريح يخرجه هو مش عارف يعمل كده هو لو ابنه هيستحمل عليه كده هو لو ابنه هيصفره برة مش هيرميه في القصر زي ما رمى علاق احنا عايزين حق علاق يرجع وبعدين وبعدين اعملوا بي جامل الاهمال كان بطريقة رهيبة كنت تروحي عند علاق تلاقي عفانة تلاقي ريحة وحشة تروحي عند تلاقي عفانة ما تطقيش ريحة تقفي من الجنب علاق تلاقي اسبالة جنبه تلاقي بهدلة اه كان نتانة كان نتانة وكان اهمال مكانش حادة بيهتمبيق كلنا الروح ما كناش بتلاقي دكتور اه ما كناش بتلاقي دكتور اصلا نقابله نلاقي الممردين بيقول لك عنا مش مكبر انا مش مكبر اللي انا وانديه مستشفى تاني انا عملت اللي علاية انا مفيش حاجة يعني اه ما بيه في عفش بيت يعني ما معايش فلوس اللي انا عمل في عمال سوفاره بره كده لا 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 ابنه مكاشف الصورة خالص حتى احمادرسة اصلا مكاشف الصورة هو مجرع عماله اللي كان بيتواصل معانا وكان كل فين وفين كان بيكنسل مكاشف يرد علينا بيتهرب مننا اه ثاني يوم المحضر ثاني يوم المحضر اه ثاني يوم الحادسة كان عايزنا نتنازل وكل النياب قال له مش هين فأنت يعني كنا رحين نتنازل بس وكل النياب قال له لا احنا مش هين فأنتنازل فأول البداية ما كنا بقى محترموا وقدموا مستشفى قلنا الحمد لله قلنا الحمد لله بس وكل النياب قال له لا ما نفعش لازم علاق ييجي هو اللي يتنازل يعني ربنا يا امه والسلام لازم هو اللي يتنازل بس اه البقى لله واحد انا عزة حقبني بالقانون مش عارفة مساكي ده بتو اه عزة حقبني بالقانون عزة حقبني بالقانون مش هسيب حقبني زي ما دمره وخرب بيته وعمل فيه كل حاجة وحشة وموته هو انا معيشها اللي هو وديك وعود الصغير كان هو اللي يوسف اه يوسف الصغير كان هو اللي بيجرى علينا وكان هو اللي كان هو اللي بيصرف علينا وبيجرى علينا وكل حاجة لنا على والسرع الناس كلها بتحب علاق كله بيحب علاق عنده اتنين وعشرين سنة كان داخل الجيش كان مش كان بيضغ عالجيش اسبوع كان يخش كان يخش الاسبوع للجيش بس انا مش هسيب حقبني حقبني بالقانون هاخده وطلع طلع علي اللي انا خدت اتنين مليون تعويض اه انا خدت اتنين مليون تعويض اه لو عايز لو ودنا فينا التعويض اتنين مليون هل احنا هنسيبه مرمي في القصر كده احنا لو معنا 2 مليون هنصفروا برا ساهم هوما بيقول اللي هي ودينا تعويذ 2 مليون هنصفروا برا مشا اللي احنا هنسيبه مرمي في القصر ما بين الزبالة والبهدلة ما فيش حد به ما فيش اهتمام ما فيش اهمال في كل حاجة في كل حاجة اهمال وإن Ländern وإن Thousands سبب وفاته سبب وفاته أحمد رزق اللي هو ماكملش معاه وعماله نعم الوكيل حازبي الله ونعمل وكيل حازبي الله ونعمل وكيل وإحنا عايزين حق ابننا إن شاء الله لحازبي الله ونعمل وكيل في ابنه إزاي ما خربت ودمرني وخربت ابني وإحنا مش نسيب حق أعلاق حق أعلاق لازم يرجع حازبي الله ونعمل وكيل فيك يا أحمد جارز أنت وابنك حازبي الله ونعمل وكيل فيك احنا عايزين نديله تلاتة مليون جنيه ويجيب لنا ابننا تاني هو بقى ياخد مننا الفلوس اللي هو عايزه مش تلاتة مليون والحسايا والاخلاق والزوء وبصي كل حاجة حلوة كان الفعلاء ده بقى كده شاب زي البدر شاب كده زي البدر الرجولة السند الاخ 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 الناس كلها كده روح في اي بيت اخرجي اخرجي لحد بصي اقولك النص البلد وقولي على اماد او على الفاضي الناس كلها تحكى وتتحكى بحياته الرجولة والشهامة والحنية والقلب الابيض والجدعانة والاخ والسن وكل حاجة الناس كلها دول كلهم كده اجران علاء حسن ده حسن ده كان خرج على اكل عيشه وما كانش جاي عاد كوطة ما كانش جاي عكس زي ما هو قال هو ما كانش جاي عكس زي ما احمد رزق بيقول ابن احمد رزق اللي جاي عكس مش عليه حسن ده كان مع خطوة بخطوة اللي هقدر يفيدك ويقولك كل حال علاء كان بالنسباننا كلنا يعني اكتر من اخ ما كانش بيسيب حد في زنقته وما كان واقف معنا كلنا كان راجل كان عنده 22 سنة بس كان راجل كبير يعني كان شاب مش عارفها صفولك كان بيصرف على اهله وعن بيصرف على امه وعلى ابوه ابوه على قد حاله هو كان اكبر اخواته ابوه على قد حاله ومريد راجل مريد راجل جات له جلطة مرتين والتالتة جات لما سبع خمر علاء علاء ده كان بالنسبة لنا كلنا كده حاجة كبيرة بصي والده مش قادر اقولك من امبارح واحنا مش قادرين مماشيينه بالاسبوسيد اللي هو احمد رزق بيقولك ايه احنا ديناهم تعويد وعملت اللي خلصني من ربنا اللي خلصك من ربنا انك ترمي شاب زي الورد في مستشفى خاصة كان كل مقاب تاخد فلوس وانت اللي بتتفاحه وتيجي يعني ايه اللي عملناه لقينا الدود في وشه لقينا ريحة جثمان علاء اصلا ما عفنا وفي الاخر ينقله القصر العيني اللي معلش يعني اقل حد من الشعب بيروح ويروح القصر ده نروح هناك نلاقي ريحة وحشة فعلاء علاء ما بيتحسنش تمريد زبالة مستشفى زبالة اه قدس بالة الريحة وانتي جدا وفا مع علاء مش قادر اقولك تيجي تتكلمي الدكتور ما تعرفش تتكلمي مع دكتور تيجي تتكلم الممرد ما يديكيش امل تيجي تتكلمي تيجي تتكلمي الممرد ما يديكيش امل اه ده احد الجران نسألي عن علاء وعلى رجولة علاء وشهمت علاء ومعانا برضو اللي كانت مع علاء خطوة خطوة لحد هنا وهنختم لأن الناس فأصعب الحزاب فإحنا هنختم